بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أروي أنه بعث رسول الله صلى الله عليه وآله بسرية من المسلمين أغارت على قافلة من قريش وقتلوا أحدهم وغنموا تلك القافلة وساقوها إلى المدينة وكانوا مترددين في أن اليوم الذي حاربوا فيه هل هو من شهر جماد الأولى أو شهر رجب فاتفق أنه كان من شهر رجب لذا كثر صخب المشركين على المسلمين وأنه كيف يقاتل الرسول صلى الله عليه وآله في شهر حرام وعلى ضوء ذلك أتى وفد المشركين إلى المدينة يسألون الرسول صلى الله عليه وآله عن ذلك فنزلت هذه الآية يسألونك عن الشهر الحرام والأشهر الحرم أربعة وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم قتال فيه هذا بدل الشهر يعني يسألونك يا رسول الله عن القتال في الشهر الحرام قل يا رسول الله قتال فيه يعني في الشهر الحرام ذنب كبير في نفسه وهو لا يجوز ولكن ليس كبر ذنبه مثل عظم ذنب ما تفعلونه أنتم أيها المشركون مثل الصد عن سبيل الله والكفر بالله والصد عن المسجد الحرام وإخراج أهل المسجد من المسجد فهذه كلها أكبر ذنبا من القتال في الشهر الحرام وصد عن سبيل الله يعني المنع عن دخول الناس في الإسلام حيث كان الكفار يمنعون الناس عن الإسلام حتى لا يسلم أحد وكفر به يعني كفر المشركين بالله سبحانه والمسجد الحرام يعني الصد عن المسجد الحرام حتى لا يحج المسلمون وإخراج أهل المسجد من المسجد كما فعل المشركون بالنبي والمسلمين كل هذه الأعمال أكبر ذنبا عند الله من القتال في الشهر الحرام فكيف تأخذون المسلمين بذنب مهما عظم وتنسون ذنوبكم التي هي أعظم والفتنة أكبر من القاتل يعني الفتنة التي أنتم تقيمون عليها من تفتين المسلمين عن دينهم وأغرائهم بالكفر بعد الإسلام هذه الفتنة أكبر جرما من القتل الذي صدر من المسلمين فأن تحريف العقائد أسوأ من الأضرار البدنية كما أن حفظ المبادئ أهم من تلك الأضرار ولذا يضحى الإنسان من أجل مبادئه ولو أدى ذلك إلى قتله لأن المبادئ هي التي تنظم حياة الإنسان وتسوقه إلى الكمال وتخرجه عن دائرة الحيوانية والحاصل إن القاتل يفسد دنيا المقتول أما الفتنة فإنها تورث خسارة الدنيا والآخرة ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم يعني لا يزال الكفار يقاتلون المسلمين حتى يصرفوهم عن دينهم إلى الكفر إن استطاعوا يعني إن استطاعوا أن يردوكم ويرجعوكم كفارا لكن عليكم أيها المؤمنون أن لا تضعفوا أمامهم ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر أيها المسلمون الذي يرتد عن دينه إلى الكفر فيموت وهو كافر في مقابل من ارتد ثم رجع مؤمنا حتى مات على الإيمان فأولئك يعني المسلم الذي مات مرتدا حبطت أعمالهم يعني فسدت أعمالهم الحبط بمعنى الإبطال والإفساد فلا حسنة لهم ولم ينتفعوا بإيمانهم السابق على الكفر حبطت أعمالهم في الدنيا لأنهم يحرمون منافع الإسلام فليس لهم احترام المسلم وحقوقه حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فيحرم من الثواب فلا يجزى بالجنة وأولئك أصحاب النار ملازمون لها هم فيها خالدون إلى الأبد ففي هذه الآياء الله تبارك وتعالى يحذر المسلمين من الضعف والانهيار أمام أولئك الكفار ففي حالة الهزيمة قد يرجح الإنسان العافية ولو على حساب الدين فالله تبارك وتعالى يبين أن هذه العافية كاذبة فيها ضرر الدنيا والآخرة وهذا ما ابتلي به بعض المسلمين في العصر الحاضر لأنهم يشاهدون الهزيمة العسكرية والسياسية أمام المستعمرين وكذا التأخر الاقتصادي والصناعي والعلمي فيؤدي ذلك بهم إلى هزيمة نفسية ودينية وخاصة أن المستعمرين انتهجوا الغزو الفكري والثقافي باستعمال القوة الناعمة أحيانا والعنف والخشونة أحيانا أخرى هذا بالإضافة إلى ابتلاء المسلمين بالحكام المستبدين الذين يعيثون في الأرض فسادة ويمنعون أي تنهضة أو تقدم فعلى المسلمين أن يحافظوا على قوة إيمانهم ورباطة جأشهم ويعودوا إلى ما كانوا عليهم من العزة والسيادة إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم أما المسلمون الذين لم يرتدوا وعملوا بالطاعات فهم يستحقون الجنة إن الذين آمنوا والذين هاجروا بأنقطعوا ديارهم وتركوا أهلهم وخلفوا أموالهم لأجل أن يكونوا مع الرسول صلى الله عليه وآله وجاهدوا في سبيل الله يعني أوقعوا أنفسهم بالجهد والتعب وأوضح مصاديقه المقاتلة في سبيل الله لكسب مرضاته أولئك يرجون رحمة الله يعني يعملون هذه الرحمة في الدنيا والآخرة والله غفور رحيم يغفر لمنزل فلا يعاقبه ورحيم بعباده المؤمنين فلا ينقص أجورهم وإنما هؤلاء يرجون لأن الإنسان لا يدري ما حاله في المستقبل وأنه هل يبقى على الإيمان والصلاح حتى يثاب أم يفتن لا سمح الله في دينه حتى يحبط عمله ثبتنا الله وإياكم على الإيمان والصلاح وأبعدنا من الفتنة والحابط وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين